إزاي تروح معرض القاهرة الدولي للكتاب؟ معرض القاهرة الدولي للكتاب ينطلق في دورته الـ 54 بأرض المعارض بالتجمع الخامس تم تخصيص سبع خطوط أوتوبيسات لنقل رواد المعرض الخط الأول من ميدان عبد المنعم رياض، ثم رمسيس، العباسية، جمعة الأزهر، محور المشير ليصل إلى معرض الكتاب الخط الثاني من دوران شبرى، شارع شبرى، ميدان أحمد حلمي، شارع رمسيس، العباسية، نادي السكة، جمعة الأزهر، محور المشير، وصولاً لمعرض الكتاب الخط الثالث من النزهة الجديدة ميدان الحجاز، السبع عمرات، مكرم عبيد، مصطفى النحاس، المنهل، الوفاء والأمل ليصل إلى معرض الكتاب الخط الرابع من ميدان المطرية، الحلمية، كلية البنات، عين شمس، ميدان هشام بركات، الحي السابع، حي السفرات، ثم معرض الكتاب الخط الخامس من ميدان الجيزة، جامعة القاهرة، القصر العيني، السيدة عائشة، الأوتوستراد، جامعة الأزهر، وصولاً لمعرض الكتاب الخط السادس من سقر قريش، المعادي، نادي وادي دجلة، الطريق الدائري، محور المشير ليصل إلى معرض الكتاب الخط السابع من سراي القبة، ركسي، السبع عمرات، الحي الثامن، الوفاء والأمل، ثم محور المشير، وصولاً لمعرض الكتاب بالتجمع الخامس مترو الأنفاق، التوجه إلى محطة الشهداء بالخط الثاني لمترو الأنفاق، أو محطة مترو كبري الأوبة، واستقلال الأوتوبيسات المخصصة لمعرض الكتاب خطوط السيرفيس من مواقف عبد المنعم رياض، أحمد حلمي، السلام، السيدة عائشة بتعريفة ستة جنيهات، ومن موقف تشكا بحلوان بتعريفة ثمانية جنيهات بالسيارة، قم بضبط اللوكيشن على أرض المعارض بالتجمع الخامس الخدمة الحلوة دي، عجبني جداً على فكرة البتاعة دا، يعني بالأوتوبيس هتروح إزاي؟ بالمترو الأنفاق هتروح إزاي؟ بعربيتك هتروح إزاي؟ وبقولك اكتب إيه على الجي بي أسوء؟ شغل حلوة بصراحة، أنا بحب الحاجات، في تفاصيل كده بتبقى حلوة ومفيدة، وتبقى لفتة دايماً للنظر